الخبر الحلو بقى عن جمهور النادي الاهلي بكرا ان شاء الله في المباراة جمهور النادي الاهلي كان عامل استعدادات كبيرة جدا في مباراة تحت جدة دخلات واحتفالات وحاجات تدعم النادي الاهلي وتحمس اللاعبين وحاجات عظيمة جدا من الشروط البطولة انك لو كجمهور مجاهز اي امور اعلام دخلات اي شيء بتبلغ بيها قبلها بـ 48 ساعة جمهور الاهلي ما كانش عامل كده قبل مباراة تحت جدة وتأخر في الابلاغ عن تجهيزاته وبالتالي ما كانش ظاهر بتجهيزات كثيرة في المباراة الماضية ولكن السوت كان بيرن في المدرجات مباراة الغد فيه تجهيزات عظيمة جدا جمهور النادي الاهلي بكرا شكلا ومضمونا هيظهر بشكل عظيم جدا دي معلومة بقولها لحضراتكم بكرا في صورة عظيمة الجمهور النادي الاهلي اعلام ودخلات وحاجات حمسية جدا للعاب النادي الاهلي في نفس الوقت صوتهم العظيم اللي ما بيسقطش وما بيهداش طوار التسعين دقيقة انا هم بشوف جمهور النادي الاهلي هو الركيزة الاساسية في منظومة النادي الاهلي فايق جمهور النادي الاهلي زي اللعيب كده فايق اللعيب الفرقة بتكسب فايق الجمهور الاهلي بيكسب جمهور النادي الاهلي فايق اللعيبة نفسها في أرض الملعب لمستوى عشرة من عشرة بيبقى عشرين من عشرة بيبقى الضعف فكل واحد بيدي طاقته وضعفها إن شاء الله بكرة الأمور كلها تبقى جيدة